حسبنا معامل القدر المغطسية معامل اللف الرقم الثابت عدد مجاري فاز من الفازات الآن نحسب بالقانون وننتقل إلى الآلة الحاسبة الآن نحسب عدد اللفات بالقانون زي ما حكينا القانون بقول فرق الجهد على توسيل الدلتا ضرب نصف عدد الأقطاب تقسيم طول المجرى ضرب القطر طبعا طول المجرى والقطر بالمتر منسجينهم مش بالسانطي ضرب عدد مجاري فاز من الفازات ضرب رقم ثابت اللي هو طلع نامل الجدول ضرب معامل اللف ضرب معامل القدر المغناطسية طبعا شرحنا هذا الكلام أنا ما بدي أدقك كثير فيه لأنه شرحناه احنا في فيديوهات سابقة فخلونا نحسب على سريع إن شاء الله طبعا طول المجرى زي ما حكينا كان 13 سانطي فبنسجله احنا بالمتر 13 بالعشرة ضرب القطر كان 8 سانطي بنتسجله طبعا 8 بالمية تساوي ضرب مجاري فاز من الفازات ضرب 12 اللي هو حكينا عدد مجاري فاز من الفازات 12 ضرب رقم الثابت اللي حكينا مية وثلاثتاش ونص ضرب معامل اللف اللي حكينا هو فاصلة تسعة خمسة ستة ضرب معامل القدر المغناطسية اللي طلعناها بعد ما طلعنا طول القطب اللي هو حكينا ثمانية واثنين بالعشرة تساوي تساوي 11 و 10 11 فاصلة 10 11 فاصلة 1 يعني طيب والآن نحسب فرق الجهد على توصيلة الدلتة طبعا هذا توصيلة الدلتة على 380 إذن 380 ضرب نصف عدد الأقطاب 380 ضرب نصف عدد الأقطاب لو عدد الأقطاب قطبين نصفهم واحد تساوي بظلها 380 زي ما هي الآن 380 تقسيم 11 11 فاصلة 10 وتساوي إذن إحنا عنا 34 لفة 34 لفة تقريبا شبيهه 33 لفة فحسبته هيني بالقانون طلع معاي 34 لفة للملف خلونا نرجع للمحرك إذن إحنا نحن نكشغلنا إن شاء الله إنه تمام ومزبوط بالنسبة للعدد فإذن إحنا بننلفه زي ما هو 33 نحن نلفه زي ما عندي بالدفتر 33 لفة راح ألفه أنا برضه بسلكين سبعة ونصف لأنه أنا السلك اللي أجاني معه السلك الخارج للروزيتا عليه سلكين سبعة ونصف فما في عليه مشكلة بالنسبة للقطر السلك وطبعا قريب جدا من اللي لقيته مسجل عندي فإن شاء الله راح أعتمد هاي البيانات راح ألفه 34 أو 33 لفة أو 34 لفة بسلكين سبعة ونصف ورح أشوف خليكم معنا بنا نشوف شو بنا نعدل عليه طبعا خليكم معا لأنه راح أعمل تعديل عليه هذا المحرك خلينا ننتقل للمحرك طبعا زي ما حكينا الآن العدد عنا ثلاثة وثلاثين أو أربعة وثلاثين جوز بسلكين سبعة ونصف زائد سبعة ونصف الآن هاي هي البيانات للمحرك طبعا خطوة أربعة وثلاثة 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 ثلاثة ملفات لكل مجموعة مجموعتين في كل فاز الآن طبعا التوصيل توالي توالي ودلتها خارجي راح يكون الآن أنا راح أعمله وأعدل عليه وأعمله توازي راح أعمله توازي راح أعمله بستة وستين لفة ستة وستين لفة عفوا راح أعمله بستة وستين لفة بسلك واحد سبعة ونصف وأوصله توازي يعني راح أضاعف العدد العدد عندي ثلاثة وثلاثين لفة ثلاثة وثلاثين لفة ثلاثة وثلاثين لفة بسلكين سبعة ونصف راح ألفه أنا ستة وستين لفة بسلك واحد سبعة ونصف وأوصله توازي وبالفعل أنا هذا اللي عملته لفت الآن في مجموعتين وهي الثالثة بسلك سبعة ونصف مفرد بسلك واحد سبعة ونصف مفرد ورح أوصله طبعا توازي وإن شاء الله راح أصور الكلية بعد ما أخلص يعني لفة وأشغله إن شاء الله راح أصور لكم إياه لاحظوا بس أنا بدي أورجيكم يعني بس ملاحظة يعني المجرى كان العدد وقطر السلك يعني مناسب إله لا هو وسيع كثير ولا هو حشر لاحظوا يعني هاي الورقة أنا الآن بنزلها لاحظوا الله راح أصور مناسب جدا يعني لا زيادة كعدد ولا زيادة في قطر سلك إحنا إذا يعني قدرنا نعرف العدد بالقانون يعني أنا بحكي شوي القانون دقيق يعني أدق من بالنسبة لقطر السلك إذا أنت قدرت تعرف عدد اللفات الصحيح ومية في المية بتقدر تقدر السلك تقدير حتى لو أنت ما عندك معلومات لو ما عندك بيانات بتقدر بما أنك تعرف العدد يعني تلف العدد مثلا بسلك كذا أنت طبعا تقدر تحدد حجم السلك من قدرة المحرك ومن حجمه يعني هذا المحرك مثلا يعني سلكه تقريبا سبعة ونص سبعة ثمانية هيك راح أتقرر انت حسب خبرتك في الموضوع فبتلفهم مثلا لو لفت انت العدد بسلك ثمانية راح تلاقي انه صار يحشر معك ومثلا فيه خمس لفات أو سبع لفات ما دخلوا معك بالمجرى فانت تقين بتفهم انه سلك سبعة ونص تقين انت بتفهم انه سلك سبعة ونص فانت لما تلفه بسبعة ونص بتدخل معك بالمجرى بشكل ممتاز ومليح طبعا دائما انت حاول انه استعمل السلك الأكبر يعني انت دائما لما تشك بين سلكين تختار بين سلكين اختار الأكبر دائما لما انت تضطر الاختيار بين سلكين اختار دائما الأكبر أفضل وأحسن للشغل هاي هي ما بنطول يعني ان شاء الله بابقى أصور لكم الأنبير وأصور لكم يا عند التشغيل ان شاء الله بإذن الله خليكم معنا منشوف الله شو بيستر خليكم معنا لا تنسوا زي بوصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته